اشتركوا في القناة ورحب جلالة العاهل المفدى بوزير الاقتصاد والمالي الفرنسي واستعرض معه مسار علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية والامكانات والفرص الواعدة لتعزيزها في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية والاستثمارية التي تدعم القطاعات الحيوية في البلدين وتسهم في تطوير مقوماتها وعرب جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات البحرينية الفرنسية وما وصلت اليه من مستويات متقدمة على كافة الصعود في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من دعم واهتمام من قيادتي البلدين معربا جلالته عن تطلع المملكة لزيادة حجم التعاون مع الجمهورية الفرنسية وتطويره في مجال المال والاستثمار والاقتصاد والاستفادة من الخبرات والابتكارات والتجارب بما يخدم الاهداف والمصالح المشتركة واثنى جلالة الملك المفدى على ما حققته الجمهورية الفرنسية بالنهضة اقتصادية وصناعية اهلتها لان تتبوأ مكانة رفيعة على الصعيد العالمي معربا كذلك عن تقديره لدور المؤسسات المصرفية والمالية الفرنسية العاملة في مملكة البحرين واسهماتها الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الشأن الاقتصادي والمالي التي تهم البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر بشأنها فضلا عن الاوضاع الاقتصادية العالمية وقد اعرب وزير الاقتصاد والمالية بالجمهورية الفرنسية الصديقة عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حرص جلالته واهتمامه بتطوير مجالات التعاون المالي والاقتصادي مع بلاده بما يعزز علاقات الشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين